الحديث عن كارثة إنسانية في إدلب بات يأخذ أهمية قصوى لدى أرويقة السياسة الأوروبية ففي مبنى الخارجية الألمانية التي استقبلت وزير خارجية روسيا سيري لافروف تلقت روسيا جوابا واضحا حول مخططاتها مع نظام أسد حيال إدلب حيث أكد وزير الخارجية الألماني هيكو ماس على موقف بلاده الرافض لعملية عسكرية كبيرة قد تودي بحياة مئات الألاف من المدنيين من جانبه دعا لافروف بأنهم اتخذوا إجراءات تحيد المدنيين قدر المستطاع عن حربهم ضد الإرهاب في إدلب على حد تعبيره سوريا تتحرر الآن من الإرهاب والصراع الأخير معه بقي في محافظة إدلب تحدثنا مفصلا عن الوضع هناك مع مراعاة تطبيق القرار 2254 ومناطق خفض التصعيد في هذه المنطقة وباقي المناطق السورية مهمتنا محاربة الإرهاب بدون أي تسويات أو تنازلات وسنعمل على الفصل بين المعارضة المعددلة وجبات النصرة والتقليل من الأخطار التي قد يتعرض لها المدنيون وزير الخارجية الألماني هيكو ماس حذر من حجم الكارثة التي ستطال أكثر من ثلاثة ملايين شخص مبديا دعمه للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة مستبعدا بقاء أسد في السلطة بعد انتخابات حرة وعملية ديمقراطية في البلاد السيد ستيفان ديمستورا يقوم بمتابعة عملية سياسية تحت غطاء الأمم المتحدة ونحن ندعمها في هذه العملية السياسية ستكون هناك إصلاحات دستورية تليها عملية ديمقراطية بحيث يقرر السوريون بأنفسهم مستقبل بلادهم بما فيهم الفارون خارجا والذين تعرضوا للنزوح داخل البلاد لكن في نهاية هذه العملية أستبعد منح فرصة لبشاري أسد على المنظور البعيد إن كانت بالفعل هذه العملية عملية ديمقراطية حقيقية في ختام المؤتمر أكد هيكو ماس على ضرورة العمل مع الدول المعنية لإيجاد حل يحمي المدنيين في محافظة إدلب ورفض أي تحرك عسكري واسع فيها على الرغم من تأكيدات الجانب الروسي على حسن العلاقات مع جمهورية ألمان الاتحادية إلا أن الأخيرة تمسكت بمطالبة روسيا بضرورة عدم حدوث كارثة إنسانية في إدلب من شأنها تعقيد المشهد السوري أكثر مكسيم العيسى أورينت نيوز برلين